اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجه اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلته فيه القرآن وافترفت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وعلي محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علاء اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفي والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجيب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخص صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له فولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجد الباصط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوحو اللهم إني يسألك قليل من كثير ما حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنافوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتي فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطى عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمر فلم أرى مولان كريما أصبر على عبدين لي من منك علي يا ربي يا ربي إنك تدعوني فولي عنك وتتحبب إليك فأتباظ إليك وتتودد إليك فلا أقبل منك كأن ليت طول عليك فلم يمنع كذلك فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفول عليك بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غذبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخام باصط الرزق فالق الاصباح ذي الجلال والكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يراه وقرب فشيد النجو تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازعون يعودلوه ولا شبيه يشاكلوه ولا ظهير يعاضدوه قهرى بعزة العزة وتواضى لعظمة العظمى فبلغى بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وانا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم موهبة هنيئة قد آطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقتين قد أراني فأثني فأثني عليه حامدا واذكره الحمد لله والحمد لله قاسم الجبارين مبير تراد السماء وسكانها وترجف وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله الحمد لله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلاق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم يصل على محمدين عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغي رسالاتك أفضلا وأحسنا وأجملا وأكملا وأزكى وأنمى وأطيبا وأطهرا وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهلا وأهلا الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم وصل على الصديقة الطاهرة سيدة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على صبتي الرحمة عمى وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدين شباب أهل الجنة وصل على إمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وإن يده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفي أمنا يعبدك لا يشرك بك شيء اللهم عزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اظهر بي دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخالق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلاه وتذل بها النفاق وأهلاه وتجعلنا فيها من الدعات إلى طاعتك والقادة إلى طاعتك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المن به شعثنا واشعر به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به نائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا واسد به خلتنا ويحسر به عشرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة يا مالنا وعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسى المعطين اشف بي صدورنا وأذهبني غيث قلوبنا وحدنا به لما اختلف فيه من الحق من الحق وإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعليه وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا رحم الروحين شكرا شكرا